السلام عليكم ورحمة الله طلاب الأعزاء الصفة السادس عفاني الله وإياكم من أي أذى ومكره بعد أن تناولنا درس التواضع وقمتم بحمد الله بحفظ الحديث وما يتعلق بحديث التواضع اليوم بإذن الله نكمل دروس التربية الإسلامية وموضوع درسنا الزكاة أولا بعد أن ننتهي من الزكاة يجب أن نستذكر أركان الإسلام نبين معنى الزكاة نتعرف على حكم الزكاة ونبين فوائد إخراج الزكاة نتعرف على الأموال التي تجيب فيها الزكاة نبلش يلا نعيد معلوماتنا صفحة 96 عندك في الكتاب يامس بقول لك أكتب أركان الإسلام يلا نذكرها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقام الصلاة إيتاء الزكاة وصيام شهر رمضان حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلة الزكاة ماذا نعني بالزكاة يا سادس؟ هي مقدار من المال فرضه الله تعالى على الأغنية يعطى للمستحقين شرعا كالفقراء والمساكين يعني ما باجي بحكي لا فقير يلا أخرج زكاتك لا ليس بقدرته فإذا الزكاة هي مقدار من المال فرض رب العالمين على الغني لمين؟ للفقير أو المسكين طيب حكم الزكاة فرض على كل مسلم بلغ ما له النصاب المقرر شرعا قال تعالى وأقيم الصلاة وآت الزكاة طيب لما أقول لك فرض يا سادس يعني يعاقب تاركه ويثاف فاعله تمام؟ فالذي لا يؤتي حق الزكاة له عقوبة عند الله إن كان من الأغنياء قال تعالى وأقيم الصلاة وآت الزكاة ما حكم الزكاة هنا؟ أو ما دللت هذه الآية؟ حكم الزكاة فرض فمن أدها نال أجر وثواب ومن امتنع عن أدائها آثم واستحق غضب الله عليه لأنه عطل ركنا من أركان الإسلام تمام؟ فلماذا يستحق العقوبة؟ لأنه لم يقوم بركن من أركان الإسلام ماذا نعني بالنصاب؟ النصاب وقدر معلوم من المال حدده الشرع لبدء وجوب الزكاة من الشرع؟ الله طيب ما فوائد إخراج الزكاة؟ واحد تطهير نفس الغني من البخل وتطهير نفس الفقير من الحسد الغني لما يخرج زكاته ببطل عنده مرض اسمه البخل وهي صفة يعني مذمومة بين الناس أما الفقير فلا يحسد الغني يعني واحد عنده سيارة ومن الأغنياء ويعني لديه مال كثير الفقير إن رأى هذا الغني يخرج من ماله ماذا يقول؟ اللهم بارك له لأنه يطعمني ويخرج الزكاة لكنه إن كان لا يخرجها فالفقير ماذا؟ سيحسده ويدعو عليه ويتمنى زوال النعمة منه تمام؟ طيب اثنين تنمية مال الغني الذي يزكي سبحان الله الله تعالى يبارك في ماله ويعطيه زيادة لمن يخرج الزكاة سد حاجة الفقراء والمحتاجين وأربعة حماية المجتمع من الفتن والجرائم التي قد تقع بسبب الفقر والحاجة والله يمس لو أعطيت الزكاة بحقها لما بقي فقيرا ولا محتاجا في العالم لأن عمر بن الخطاب يا سادس كان يخرج الزكاة ويزيد ثم يخرج إلى الصحراء ويشتري حبوب ويجعلها متناثرة في الصحراء حتى لا يسأل عن الطير تخيلوا طيب فوائد إخراج الزكاة كمان مرة تطهير نفس الغني من البخل وتطهير نفس الفقير من الحسد تنمية مال الغني الذي يزكي سد حاجة الفقراء والمحتاجين حماية المجتمع من الفتن والجرائم التي قد تقع بسبب الفقر والحاجة وعدتلكم إياها مرتين دليل إنها مهمة الأموال التي تجف فيها الزكاة عندي أربع أنواع لوجوب الزكاية سادس يلا نحفظ أنوياك الأنعام الإبل والبقر والغنم وموجود عندك في صفحة 97 كمان مرة الأنعام إبل وبقر وغنم لو جبت لك بالامتحان الأنعام إبل وبقر فقط خطأ إبل بقر غنم عروض التجارة النقود والذهب والفضة الزروع والثمار نأتي على الصور مفاجأة يلا في عندي الأنعام قلتلك إبل بقر غنم طيب عروض التجارة ويقصد بها المحلات التجارية مثل المول سوبر ماركت محلات قطاع السيارات وعندي النقود والذهب والفضة طيب عندي الزروع والثمار نيجي لإجابات اختبر معلوماتي اللي هي الأسئلة اللي هي في صفحة نفتح إياك يا سادس في صفحة 99 أول إشي ما معنى الزكاة هي مقدار من المال فرضغ الله تعالى على الأغنياء يعطى للمستحقين شرعا كالفقراء والمساكين حكم الزكاة في الإسلام فرض على كل مسلم بالغ ما له النصاب المقرر شرعا وحقق الشروط وحكينا أن النصاب مقدار حدده الشرع سؤالي الثالث يعطيني جدول موجود في الأسئلة وبقول لي بديه فوائد الزكاة المزكي ما الفائدة التي تعود علي وعلى المجتمع تطخير نفسه من البخ المال تنميته المجتمع حماية من الفتن والجرائم تمام؟ بديه فوائد الزكاة بالنسبة للمزكي المال المجتمع نعيد المزكي تطهير نفسه من البخ المال تنميته بزيده رب العالمين المجتمع حمايته من الفتن والجرائم السؤال الرابع بحكيدي المال ونوع المال نجي للبقالة ما نوع المال؟ عروض تجارية معطيني المبلغ اللي أمامك عشرة آلاف دينار الأموال النقدية خمسمائة رأس غنم الأنعام ومزارع النخيل الزروع والثمار آخر شيء معطيني سؤال خمسة ضع كلمة صحيح أو خطأ الزكاة ركن من أركان الإيمان خطأ ركن من أركان الإسلام من لم يؤدي زكاة أمواله فلا إثم علي خطأ لأنها فرض ويجب أن تخرج الزكاة الزكاة تطهر نفس الغني من البخول صحيح دمتم عفاني الله وإياكم باتمنئنكم تبعتوا للأجوبة الأسئلة على المنصة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته